السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دفعة عشرين اربعة وعشرين انا وسهلا بيكو معاكم استر حسن خطاب مدرس اللغة الانجليزية النهاردة انا مش جاي اشرح لكم حاجة انا طبعا عارف ان انتم خلاص بتشوفوا وشي يبقوا مستنين اي شرح بس انا مش هشرح النهاردة حاجة انا بس ايه جاي اعرفكم كده شوية حاجات عن السنة بتاعتنا قبل ما تبدأ عشان ان شاء الله انا منبدأ الدنيا تبقى كباسة وعارفين احنا بنعمل ايه طيب انا عندي تلات اسئلة عايز ان احنا نرد عليها ابدأ ليه وابدأ ازاي وابدأ امتى لازم الاول تبقى عارف اجابة اول سؤال وهو ابدأ ليه فكرة ان انا اكون بذاكر انجليش وخلاص وانا مش عارف اصلا انا بذاكر انجليش ليه دي مشكلة كبيرة جدا جدا لانها تلاقي نفسك مع الوقت بتفقد الاستمرارية بتاعتك الانسان عشان يستمر في حاجة لازم ان هو يحاول على قد ما يقدر يبقى عارف هو مستفيد منها ايه فالانجليش عكس بقية مواد سنوية عامة كلها هو الحاجة الوحيدة اللي فعلا هتحس ان هي فرقة معاك في مستقبلك ان شاء الله وسوق العمل خانينا اتكلم كده بالمنطق والعقل ما عايش انا بدرس خلال حياتي كلها او خلال على قد سنوية عامة بتركيز جدا جدا عشان ان شاء الله خش كلها كويسة واطلع منها على سوق العمل انسان جاهز ان انا حقق حاجة في حياتي نسيبنا حتى من البنات اللي هو ممكن يقول لك ايه لها خلاص انا كده كده مع اول اسبوع في الدراسة وادوني على بيت حبيبي وكانسة التعليم والكلام ده كله بس على الاقل خالص الولاد او برضو بعض البنات اكيد طبعا هو بالنسبة لهم معلش انا بتعلم عشان سوق العمل عشان اقدر ان انا اشتغل وقدر ان انا حقق حيات كويسة فالانجلش قادر بنسبة مية في المية انه يضاعف المرتب بتاعك لو انت اصلا معاك انجلش بس يعني انت مش مجرد معاك اي حاجة تانية غير الانجلش الانجلش قادر انه يضاعف المرتب بتاعك اضعف كتير جدا 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 طب تخيل بقى انت كمان مش بس معاك الانجلش بس لا انت كمان معاك كلية عملية مطلوبة في السوق فتخيل انت معاك كلية عملية ومعاك الانجلش كمان طبعا ده هيفرق معاك جدا 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 غير ان برضو حتى بعيدا عن سوق العمل لو انت بتفكر طب انا عايز اخش كلية كويسة زي طب زي هندسة كل الكليات زي الحاسبات كل الكليات دي يا شباب انت بدرس بيها في الانجلش فلو انت متعود من سنوية عامة ان انت تكون كويس في الانجلش هتلاقي نفسك مرتاح جدا جدا انت في الكلية فطبعا مهم جدا اكون فاهم انا ليه بدرس انجلش عشان انجلش دايفر معي ان شاء الله في مستقبلي بشكل كبير جدا جدا يبقى اول سؤال جاوبنا عليه انا بدرس ليه طول ما انت عارف انت بدرس ليه ده يخلي عندك ان انت مرتاح وانت بتدرس او حتى لو حس ان الدنيا صعبة هتفتكر كل شوية انا بدرس ليه طيب السؤال التاني ابدأ ازاي انا متأكد ان فيه ناس دلوقتي بتشوفني هي حاسة ان انا متعقد من الانجلش هاميستر او حاسة ان انا مش متأسس في الانجلش هاميستر فخلص هوا مفيش امل فيه ناس منكم مختنعة بكده وانا مش بلوم عليك بس انا جاي اكد لك النهاردة وعن طريق مسال حي ان لأ انت لو مش كويس في الانجلش او لو متعقد من الانجلش تقدر تكون كويس طيب احكي لك مثال فيه ناس منكم طبعا عارفينه انا وانا يعني عندي مثلا ست سبع سنين كده في ابتدائي كان عندي حتى حط الكسورتي هنا كان عندي مدرسة انجلش بدون ذكر اسمها اسمها ميس حنان يعني ايا كان بقى مطرح مايقعد دلوقتي المدرسة دي اا كانت بتتفنن ان هي تنكد علينا وتضربنا وحاجات زي كده ليه؟ اا مثلا اا حست حد شكلها مش مرايحة النهاردة كده وشكله رخي فتضربه اي حاجة بقى تيجي في ايدي يعني مثلا عصاني خشب اا اي حاجة حديد مصورة سباك اي حاجة حرفان كانت بتيجي قدما وتضربنا بيها فطبيعي انا انسان يعني غالبان جدا جدا وطفل طائب او يقطى ااا طبيعي اتعقدت من انجلش مبقيتش عايز حتى اروح المدرسة مش بس اتعقدت من انجلش لا اتعقدت من مدرسة كلها المهم ااا ده اثر بشكل كبير جدا جدا على درجاتي اما طبيعي يعني واحد متعقد من انجلش فدرجاتي كانت مبهرة جدا مش عايز اقولكو واحد من عشرين اتنين من عشرين حاجات زي كده فالمهم بعد فترة المدرسة دي الحمدلله مشت على خير ممدرسة وجالنا مدرسة جديدة مش هقولك ان هي بقى كانت قطيب واحدة في الدنيا بس على اللي هي بني ادمى اللي هو لأ هتتعامل معها الاطفال بشكل كويس عشان تخليهم يحبوا اللغة دي فواحدة واحدة انا بدأت احس طب هنا كنت ليه متعقد من الانجلش طب ما الانجلش كويس او يعني ما فيش مشكلة وانا كان عندي كمان مشكلة زيادة ان انا لازم اكون كويس في الانجلش لان انا مدارس لغات فمدارس لغات يعني انت بتدرس كل الم Pearl 100 تناكله في الانجلش فلو انت مش كويس في الانجلش اصلا الي و هو الاساس بتاعك مش تبقى كويس رفقية schwش لديا فأنا كان لازم أنه أبقى كويس في الإنجلش فبدأت واحدة واحدة كده أرتاح شوية الإنجلش واخد الإنجلش ده بقى لحاجة أنا بحبها بمعنى أنا وأنا طفل صغير كنت بحب جدا الفيديو جيمز فالفيديو جيمز بيقالها قصة وحكاية ومش عارفة هي وبالإنجلش أكيد فأنا عشان أفهم أو عشان أن أنا أرتبط بالفيديو جيمز دي اللي أنا بحبها لازم أكون فاهم إيه اللي بيحصل قدامي فبدأت أجمع واحدة واحدة أشوف مثلا كلمة مكتوبة على الشاشة وفي فعل معين بيحصل على الشاشة قدام فأبدأ أفهم إن الكلمة دي معناها الفعل ده واحدة واحدة ومع الوقت طبعا بقى لما الإنترنت يعني بقى منتشر أكتر بدأت مثلا لما قبل كلمة صعبة شوية في الألعاب اللي أنا بلعبها دي أخد الكلمة دي ودور على المعنى بتاعها وأعرفها وعايز أقول لك والله العظيم أنا لحد الوقتي فاكر بعض الكلمات من الألعاب اللي كنت بلعبها من صغير لأن طبيعي أنت حاجة ارتبطت بيها وحاجة أنت بتحبها مع الوقت برضو ودي حاجة كده على جنبي يعني بس أنا كنت وسطي بقى رايبي وأخواتي هم بيسمعوا أغاني عربي فأنا عايز أباني الشخص الروش اللي فيه فأسمع أغاني إنجلش وأنا حرفية مش فاهم أي حاجة يعني أنا مش فاهم أصلا إيه اللي بتقال ده بس أنا عايز أبان روش فمسلا أبقى مندمج قوي مع الأغنية فالآخر مثلا قونية يبقى معناها تعالي نلعب بسطغمية في قصة وانا مندمج وبغني مش عارف إيه فالمهم مع الوقت دخلت برضو على الإنترنت بدأت أدور على كلمات الأغاني دي وأعرف معناها وأفهم عايزة إيه الكلمات دي أو الكلمات دي معناها إيه عشان استفيد بيها لما شوفها في المنهج بتاعي ففعلا ده فرق معي جدا جدا إن أنا أدور على شيء أنا بحبه عشان أربطه بالإنجلش فأنا عايزك تدور أنت على أي شيء أنت بتحبه وما تقوليش عنيها اتقل ليه عشان السنة لسه بتبدأ استلك كده عشان السنة تبقى كويس إن شاء الله فدور على الحاجة أنت بتحبها أي إن كانت هي إيه كورة بتحب تتفرج على مسلسلات بتحب تتفرج على كارتون بتحب تتابع مثلا أخبار عالمية أي حاجة تابع الحاجات دي بالإنجلش هيفرق جدا 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 معك طيب فأنا عايزة أقولك بقى الشخص اللي كان متعقد من الإنجلش وكان خايف من الإنجلش ومش متأسس في الإنجلش بقى الطالب المفضل وهو في سنوية عامة عند مدرسين الإنجلش بتاعته من كتر ما هو شاطر في اللغة دي وبعد كده دخلت الحمد لله كلية ألسن وطبعا أنا قاعد بشرح لك دولئتي قدامك ففكرة أن أنا مش هبقى كويس عشان أنا مش متأسس من زمان أو متعقد من الإنجلش دي شجع من دماغك لأن ده مش حقيقي وتقدر أنت تشيله إن شاء الله أنا مستر يعني بيني وبينك كده أنا ما فيش حاجة بحبها وارد جدا في ناس منكم دلوقتي ما بقاش عندها تفضلات لحاجة معنا فأنا ما فيش حاجة بحبها ومنطفي ومشتائج أنت شخصاني مستر فانجز وقولي طريقة مفيدة تفيدني في الإنجلش بص يا سيدي لو أنت ما بتحبش حاجة معنا فأنا أنسب طريقة تذاكر بها إنجلش هي أنك تهتم جدا جدا بالكلمات طيب ليه أهتم بالكلمات لأن طبعا أنتوا عارفين في ناس منكم اللي عارفين من الدفع القديمة أو حتى من من خلال دراستهم هم الإنجلش إن امتحان الإنجلش ما بقاش معتمد بشكل أساسي على الجرامور أو القواعد أو كده بقى مهتم جدا جدا بالفوكاب أو بالكلمات طيب أنا عندي مشكلة أصلا في حفظ الكلمات أنا دلوقتي بقى جاي يقول لك حاجة وسطة جدا جدا تفرق جدا معاك طيب بص كده معايزي دي أنا دلوقتي عندي حاجة اسمها short term memory ايه هي هي الزاكرة قصيرة المدى وعندي حاجة تانية اسمها long term memory اللي هي ايه مستر اللي هي زاكرة طويلة المدى طيب مستر معلش مفاهمني كده بقى عشان أنا مش فاهم اصدق ايه بالزبط بص يا سيدي اي انسان في الدنيا بيحفظ الكلمات بيخزنها على الزاكرة القصيرة فانا دلوقتي عايز تسمع وتعرف انا ازاي الكلمات اللي انا حفظها من على الزاكرة القصيرة للزاكرة الطويلة سهلا بص في طريقتين اول طريقة ان انت تبدأ تركز معاك كده الاول وتصلى عن النبي وتعالى اقول لك الطريقة عاملة ازاي اقسم الكلمات اللي انا بحفظها بمعنى انا وليكن دلوقتي يا مستر عندي سبعين كلمة محتاج احفظهم خلال الاسبوع ماشي ماشي فاعمل ايه هحفظ كل يوم عشر كلمات بس مش هعمل كده بس وخلاص انا وليكن فاول يوم خالص في داي ون انا حفظت عشر كلمات تمام جيت لدايتو مفروض في داي تو احفظ عشر كلمات الجداد قبل ما احفظ العشر كلمات الجداد اراجع على عشر كلمات القدام فهلاقي نفسي على اخر الاسبوع انا حرفيا الكلمات اللي بدأت احفظها في الاول خالص انا رجعت عليها مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وحاجة تانية برضو ودي بقى تركة جمدة جدا جدا بتفرق معاك اعمل كشكول صغير ومن السبعين كلمة سجل في الكشكول الكلمات الاهم اللي انا قلت لك عليها انا مسلا قلت لك الكلمة دي مهمة جدا جدا فاحفظها وركز عليها فتروح مسجلة في الكشكول بتاعك وانت بتحفظ الكلمات لقيت ان في كلمة انت كل شوية بتنساها مع انها مهمة بتتكرر كتير سجلة في الكشكول فتلاقي نفسك على اخر السنة عندك مصدر واحد بس هو الكشكول بتاعك في الكلمات اللي انت عاد بتسجلها شوية وكل ما تسجل كلمات تراجع اللي قبلها فتلاقي نفسك بدل من انت حفظ الكلمات على الزاكرة القصيرة بقيت حفظ على الزاكرة الايه الطويلة من كتر الايه للتكرار هاكد لك ده قول لي يعني ايه الكلمة دي بلاي كلكم عارفين ان هي معناها هي العب ليه معناها هي العب وليه كلكم اكدتوا في نفس الوقت اني معناها يا العب هلا انها كلمة سهلة هي مش فكرة هي كلمة سهلة بس هي فكرة ان الكلمة دي انا بستخدمها من زمان جدا 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 فانا عندي كل شوية الكلمة دي بستخدمها فده اسمه شيء اللي هو التكرار التكرار يا شاب هي دي فكرته كلها ان انا الكلمة اللي انا بحفظها بكررها كل شوية فما بنسهاش ففكرة ان انا عايز احفظ على الزاكرة الطويلة مش الزاكرة الطصيرة ان انا اراجع كل شوية على الكلمات وقرر كل شوية الكلمات طريقة تانية ودي الطريقة التانية اللي كنت بكلمك عليها ودي مهمة جدا 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 حاول تألف امثلة على الكلمات دي بمعنى انت دلوقتي مثلا عايز تحفظ كلمة اسمها community اللي هي مجتمع طيب مستر كلمة community اللي هي مجتمع دي انا عايز احفظها وهي كلمة جديدة بالنسبة لي ألف عليها اجزامبل او ألف عليها مثال من دماغك مثلا انا اعيش في مجتمع كبير فتعالا كده لو جينا نقلف او نكتب الجملة دي كده هتبقى بالشكل الاتي طبعا اي يعني انا كلكم عارفينها يعني يعيش برضو عارفينها in big community طيب انا عايش في مجتمع كبير فلو انت جيت تسترجع الجملة دي انت هنصن دلوقتي في الامتحان وقبلتك كلمة community تمام فهتفتكر بشكل لا اراضي عقلك هيبدأ ان هو يشتغل ويفتكر هيقول اه كلمة community دي انا كنت تقلفت عنها جملة قبل كده كانت بتقول انا اعيش في مجتمع كبير فيبدأ يحلل ويقول اه انا دي يعني اي لا مش هيا يعيش يعني live مش هيا in يعني في مش هيا big يعني كبير مش هيا اه يبقى انا بقى ايلي كلمة community يبقى كلمة community هي اللي معناها ايها شباب مجتمع انت تتخين دي خطوات كتيرة جدا 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 عقلك هعملها في وقت كبير بس عايز اقولك الخطوات دي لو انت استمرت عليها حرفية مش تاخد معاك ثواني واتلاقي نفسك استرجعت الكلمة اللي انت محتاجها فدي الخطوة التانية ودي الحاجة التانية اللي كنت بقولك عليها في حفظ الكلمات غير بقى كل كلام ده انا اصلا ان شاء الله ان شاء الله لما المانك بتاعنا بيبدأ وفي ناس منكم عارفين ده الحمد لله انا في حصة الكلمات مش بعض اقرى معاك الكلمات بس من الكتاب بتاعنا او مش بعض ان انا اقولك الكلمات دي مهمة حفظها وخاصة على كده لأ انا بحكي لك قصة فيها الكلمات بتاعتنا فده بيخليك وانت خارج من الحصة ان شاء الله ان شاء الله حافظ الكلمات ومش محتاج غير انك يدوب تراوح البيت تراجع عليها مراجعة سريعة وتثبت في دماغك ليه سبتت في دماغك لان زي ما قلت لك انا حكيت لك قصة فيها الكلمات فدايما تفتكر قال مستر كان شرح الكلمة دي لما كان بيشرح الجزء الفلاني في القصة فده هيخليني طبعا افتكر لايه الكلمات بسهولة فان شاء الله انت دلقتي معاك تلات طرق الطريقة الاولى زي ما قلنا نكرر الكلمات تاني طريقة ان انا ان شاء الله ان شاء الله اكون بحاول اقلف جمل لنفسي وتالت طريقة ودي ان شاء الله هتبقى في الحصة بتاعتنا ان انا اعمل ايه مستر ان انا اكون بتابع القصة للمستر بيشرحها في الكلمات عشان احفظ الكلمات بتاعتي طيب وبالمناسبة ودي حاجة انا يعني جاي اكلمكم عليها عشان دي مهم قوي ايه دلقتي ممكن سؤالي بعندك طب هاي مستر اللي انت بتتكلم على الكلمات بس مش بتتكلم على القواعد الكلمات يا شعب مش بس بتفيدك في سؤال اللي هو الاختياري هي بتفيدك كمان في سؤال القسي او المقال او الكتابة فهنا بقى بنيجي النقطة طلبة كتير منكم بيعندها مشكلة فيها ويجي يقول لي مستر بص انا حافظ كلمات كويس جدا جدا وكويس قوي في الكلمات وبحفظ كلمات طول السنة بس ما بعرفش اكتب ايه ساي او ايه ساي فاجي اسأله طب هو انت كتبت كام ايه ساي مثلا السنة اللي فاتت او كتبت كام مقال السنة اللي فاتت فلاقي يا مستر بيقول لي انه كانت تقريبا خمسة خمس مقالات لو حسبناها كده خمس مقالات على مدار السنة ناشر شهر فانت تقريبا يعني كتر خيرك كتر خيرك بيتكتب ربع مقال في الشهر فطبعا ده انجاز كبير جدا جدا فيه ناس بقى اقل من كده يعني الخمس ده كده متفوق فيه ناس اقل من كده اسأله انت كنت كام ايه ساي فيقول لي انا كتبت اتنين عش معنى اتنين بالزبط يقول لي واحد في الترم الاول واحد في الترم التاني في الامتحان ماشيه فانه هو فقط بيكتب المقال بتاعه في الامتحان غير كده ما ينفعش يكتب فيه بقى نوع تالت وده نوع انا بشوفه بنفسي النوع ده جميل فبعد ما خلص شرح الاقي طالب كده بيرفع ايده من بعيد اغليما بيكونوا ولاد مستر هو المقال ده عليه كم درجة يعني اللي هو ايه هو عايز ينجز يعني فاروح اقيله عليه اربع درجات فبشكل لا ارادة لا ايه بيقول لي مش عايزه فهو حتى قرر انه هو المقال اللي ممكن هيكتبه مرة واحدة في السنة او مرتين في السنة هو حتى مش هيكتبه خالص ودائما تلاقي الطلبة دي بقى بتجيلك بعدين في تالت سنوي اللي هي لما لازم تكون بتكتب مقال فعلا ويقول لك يا مستر ابعرفش ركتب مقال ما هو طبيعا انت ابتعرفش تكتب مقال لانك اصلا مش بتنيرس كتابة المقال في دايما يا شاب جملة انا حتى كتابة عندي على الفيسبوك براكتس ميكس بيرفكت يعني ايه براكتس ميكس بيرفكت براكتس ميكس بيرفكت يعني الحاجة اللي بتعملها بتتدرب عليها كل شوية بتبقى بيرفكت فيها مع الوقت بتبقى اعلامي فيها او كويس جدا جدا فيها مع الوقت يعني مثلا عايز تعرف ترسم كويس جدا ارسم كتير عايز تكون كويس في الرياضة معينة اتمرن الرياضة المعينة دي كتير عايز تكون كويس في الكتابة اكتب كتير عايز تكون كويس في كلمات الانجلش احفظ كلمات كتير عايز تبقى كويس في ان انت تعرف تكتب مقال كويس بالانجلش اكتب مقالات كتير عشان انت كل ما تكتب كتير كل ما تغلط أكتر فكل ما المدرس بتاعك هيقول لك إن غلطات اللي أنت بتعملها وإنساعدك في الجزئية دي طيب دي حاجة برضو مهمة تبقى عارف الكلمات ليه مهمة الحاجة التانية وهي القطع برضو بتاعت الفام الكمبرهنشن برضو القطع بتاعت الفام حرفين بيكون لها كلمات فلو أنت ما عندكش حصيلة لغوية كويسة هتلاقي القطع بالنسبة لك برضو صعب أنك تعرف تحلها طيب ده بالنسبة ليه أبدأ ليه أنا كده عرفت أن أنا أبدأ إنجلش لأن الإنجلش فعلا هو مفيد بالنسبة لي ويفرق جدا معي عرفت أبدأ إزاي بمعنى أن أنا مش مضطرة خالص لو أنا متعقد من الإنجلش أن أنا أفضل متعقد من الإنجلش وعرفت لو أنا عندي مشكلة في حفظ الكلمات أحفظ الكلمات إزاي وعرفت لو أنا عندي مشكلة في سؤال معين في الإنجلش أتعامل مع السؤال ده إزاي نيجي بالسؤال الثالث وهو أبدأ إمتى قبل ما ابدأ امتى لازم بس الاول اعرفك حاجة كده صغيرة طيب زي ما قلنا يا شباب انا قبل ما اعرف انا هبدأ امتى لازم اعرفك الاول احنا موجودين فين طيب احنا موجودين فين احنا موجودين في سنتر الصرح في دار السلام موجودين في سنتر الرواد في تورة موجودين في سنتر المغفرة في هدايا حلوان في الدواجن في سنتر الفورسان في هدايا المعادي فجر الاستان في المعصرة واخيرا سنتر الاكاديمية في دار السلام طيب الاماكن دي زي ما قلتلك عنوانها ان شاء الله هتبقى موج عندنا على البيج بتاعت الفيسبوك على الجروب بتاعت الفيسبوك ممكن تبعت لنا على الواتساب في طرق كتيرة جدا جدا تعرف فيه اماكن السناتر دي. وحاجة بقى تانية كده بيني وبينك عشان ما بيحبك. في السناتر دي ان شاء الله احنا عاملين حصص مجانية حصتين او تلاتة مجانية للطلبة بتاعتنا قبل بداية السنة للطلاب اولى وتانية سنوي. ايه فايدة الحصد يا مستر? الفايدة بتاعت الحصد يا شباب ان انا دلوقتي في النظام الجديد انا اصلا امتحاني مش بيكون كله مانهج بيكون في اجزاء من بره المانهج اجزاء اللغة بشكل عام. فاجزاء اللغة بشكل عام دي انا مش هينفعها اشرحها لك وحنا في المانهج بتاعنا. فبشرحها لك قبل بداية المانهج عشان لما نبدأ المانهج بتاعك وتشوف الحاجات دي تبقى انت تفهمها ما عندكش مشكلة فيها. بنشرح ايه مثلا بنشرح انواع الاسماء بنشرح ادوات التعريف والنكرة اللي بتيجي مع الاسماء بنشرح انواع الفعل المختلفة بنشرح انواع الدمائر كل ده اساس في الانجلش لو انت مش عارفه هتلاقي نفسك بتاعيني جدا جدا في النظام الجديد فاحنا هدية مننا ليك بنعمل الكلام ده هيفرق جدا جدا معاك حسطين او تلاتة قبل بداية المانهج بتاعنا ان شاء الله هتبقى كويسين جدا جدا معاك برضو عشان تعرف بقى هنبدأ امت في كل سنتر الكورسات دي او الحصص دي تابع زي ما قلتلك البيتج بتاعت الفيسبوك وتابع الجروب بتاع الفيسبوك بحاجة برضو مهمة تبقوا عارفين يا شباب بعيدا عن هبدأ امتا احنا اتفقنا خلاص انا هبدأ فين هبدأ في السنتر اللي احنا اتكلمنا عليها الخطة بقى الزمنية بتاعت المانهج بتاعتنا هتبقى مش ازاي هتكلم على تلتة سنوي هتكلم على تانية سنوي واولى سنوي الفيديو هيكون متقسم من تحت بحيس لو انت عايز تعدل حتة بتاعة التالتة لو انت في قولة او تانية او العكس طبعا بالنسبة لتالتة يا شباب دي الخطة الزمنية بتاعتنا طبعا الخطة الزمنية بتختلف اسبوع او اتنين على حسب كل سنتر هيبدأ امتى ان شاء الله سقول لكم دي يا شباب كده بمثابة يعني او محاكاة اللي هنمشي ازاي طول السنة فمسلا لو جينا هنا بصينا اه مسلا اول اسبوع اللي هو الاسبوع اللي فات انا اشتغلت في سنتر من السنتر سنتر روات فطورة ماشي? اين كان السنتر ايه? انت اخد الكلام ده على السنتر بتاعك. فانا بدأت زي ما انتم عارفين انا هبدأ اربع حسس ان شاء الله الحسس دي زي ما قلت لك مختلف بقى عن بتاعة اولى وتانية دي موجهة فقط لطالب تالتة سنوي لان فيها نقط زيادة هي ما بتجيش لطالب اولى وتانية بتيجي لطالب تالتة سنوي بس. والنقط دي مش موجودة عندك في المنج هي موجودة بس في الحسس دي. فعشان كده مهم جدا جدا ان انا احضر الحسس دي. طيب خلصت الحسس دي بيبقى عندي تست وان على الكورس ده. التست ده يا شاب بيحدد ازا كنت هتكامل معي ان شاء الله ولا لأ طب ليه لان انا مش مديك كم كبير جدا جدا من المعلومات فلازم تجيب لي درجة كويسة في الامتحان ده تحسسني ان انت بتحاول معي عشان انا كمان احاول معك. فان شاء الله بعد ما نخلص هيبقى في تست هنحدد الماعات بتاعه سوا على حسب كل سينتر. بعد كده هنبدأ يونة وان بعد كده يونة تو بورد تو. انا ما قسم اي يونة عندنا في المريف بتاعنا زي ما انتوا عارفين. الجزء الاول بيكون بتاع الجرامور او القواعد والجزء التاني بيكون بتاع الكلمات. طيب بنكمل بعد كده يونة تو وبعد كده الرواية بتاعتنا لان الرواية بتجي لنا في الامتحان عكس اولة او تانية. بشرح مسلا شابتر وانو شابتر تو هي رواية سهلة بالمناسبة مصصعبة يعني. بنفضل مكملين مكملين لحد آآ ما نيجي لنهاية السنة بتاعتنا. نهاية السنة بتاعتنا شباب بتبقى ان شاء الله خمسة وعشرين تلاتة. ده طبعا زي ما قلت لك بيختلف اسبوع او اسبوعين بالنسبة لكل سنطر هيبدأ امتى? طب بعد خمسة وعشرين تلاتة خلال شهر اربعة او شهر خمسة بنشتغل المراجعات بتاعتنا وقتها يبقى ليه خط زمنية مختلفة وكل الكلام ده. لو اخدت بالكو انا بعد كل ثلاثة وحدات وطو شابترز بيبقى عندنا امتحان كبير. الامتحان ده برضو بيتحدد التاريخ بتاعه. كل سنطر هياخد ورقة زي كده خاصة بالسنطر بتاعه بحيس يبقى هو عارف انا ماشي ازاي وقال ليه تشريح لي الاسبوع اللي جاي وقال ليه تشرح لي وانا امتحاني امتى والحاجات دي كلها. طيب بعد كده دي كده بالنسبة لخط التالتة سنوي. خط التانية سنوي اولى سنوي هما شبه بعض لان انا محتاج المنهج بتاع تالت سنوي بتاع تانية سنوي اولى سنوي. بالضبط تلتاشر حصة. ايه هما لتلتاشر حصة? هبدأ وزي ما انتو عارفين برضو بقى السميل يونت بورت وان و بورت تو. بعد سيبقى عندي حصة رايتنج اللي هي طريقة كتاب الايسي او المقال. وريدنج اللي هي طريقة حل القطعة. ودي بمناسبة بتبقى حصة واحدة بس في السنة. انا بشرح لك فيها الطريقة دي. بنكمل بها بقية السنة. بعد الحصة دي اشرح لك يونت سريو هيبقى عندنا امتحان على نص المنهج. بعد امتحان نص المنهج بنكمل نص المنهج التاني. وفي الاخر بيبقى عندنا الامتحان بتاع النص المنهج التاني. بنسبة كبيرة بنخلص سبعة عشرين حداشر. سبعة عشرين حداشر دي يا شباب تقريبا هيبقى آآ البداية بتاعتنا من اول اتناشر بقى المراجعة. وزي ما قلت لك برضو تاني بيختلف اسبوع او ايام على حسب كل سنة. يبقى شهر اتناشر كامل هيبقى عندي فيه مراجعتنا ان شاء الله بحيس نبقى احنا جاهزين ومش مستعجلين. دي خطة تانية سنوي وهي تقريبا هي هي نفس خطة ولسنوي لان هو نفس المنهج ست وحدات بس مش اكتر من كده. برضو تقريبا نفس الكلام. ده على اعتبار اننا بدأت اول تسعة ان شاء الله في سنة هبدأ فيها بدري عن كده في سنة هبدأ فيها متأخر عن كده كل سنة على حسب ان شاء الله نشتغل في انت. فدي بالنسبة للخطة بتاعتنا. ومن الخطة بتاعتنا بقى انا جاي اقول لك حاجة مهمة جدا جدا. انتو اخدتوا بالكو ان اليونت الواحد متقسم او جزئين. ففي سؤال دلوقتي في دماغكم مستر هو انت هتشتغل معنا ايه يوتيوب السنة دي? انا هشتغل معاك يوتيوب السنة دي حل الواجب بتاع كل يونت. كل ما نخلص يونت سواء لتالت سنوي لتانية سنوي. الاولى سنوي هتلاقي في فيديو لليونت دي كاملة للحل الواجب بتاعها. مستر طب هو حل الواجب ده مهم. حل الواجب اهم بكتير جدا 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 من فيديو الشرح. ليه? لان فيديو الشرح انا قعد اشرح لك فيها حل كام فكرة وخلاص على كده. لكن حل الواجب انا طبيعي اوتوماتيك. وانا بحل لك السؤال لازم اشرحولك. فيبقى انا بحل معاك افكار مختلفة وبشرح لك كمان افكار مختلفة. فبنسبة بينا ان شاء الله ان شاء الله بدون مقطعة كده دعمنا ربنا يوفقنا ان شاء الله. هيبقى بشكل اسبوعي او كل اسبوعين لما نخلص اليونت هيبقى عندنا فيديو لولى سنوي. فيديو لتانية سنوي. وفيديو لتالت سنوي. الفيديوهات دي هيبقى فيها حل الواجب كامل. وهيبقى في فيديو ان شاء الله رابع. الفيديو الرابع ده هيبقى لامم النقطة المهمة في يونت وان كشرح. اليونت المهمة في يونت وان الاولى سنوي وتانية سنوي تالت سنوي بحيس الناس برضو اللي فيه نقط كانت مهمة معاقها وحاسة ان هي مش فاهمها اوي في الحصة او نسيتها من الحصة تشغل الفيديو الفيديو هي بقى مدته صغيرة مش كبيرة اوي بنم بس النقط الايه المهمة طيب ده بالنسبة للنظام بتاعنا او السيستم بتاعنا هنشتغل ازاي ان شاء الله طيب نجي بعد كده لحاجة برضو مهمة وهي ايه الكتاب بتاعنا في ناس دلوقتي منكم يا شباب وهي قعدة بتسمعني طب مستر معلش واحنا نجيب كتاب ايه خارجي انا سامع اسعار خرافية للكتب الخارجية فعايزها حاجيب كتاب خارجي دلوقتي بدل ما يغلق اكتر من كده كمان انا ما بشتغلش من كتاب خارجي لاسباب كتيرة او لسبب منهم ان انا كده بحط نفسي في مصدر واحد بس انا بحب ان انا اشتغل من الكتاب بتاعي عشان اول حاجه طريقة الشرح تكون مختلفة انا بشرح لك في الكتاب بتاعي بالعامية هابتحس وانت اقعد في البيت ان انا اصلا اقعد بشرح لك معك تانية حاجه ان انا بحط اسئلة من مصادر مختلفة من كتاب المدرسة بتاعتك من المنصات المختلفة على الانترنت من حتى اهم بنك المعرفة بتاع الاسئلة ومن الكتب الخارجية المختلفة بدل ما لتزم بكتاب خريجي واحد فديه ان شاء الله الكتاب بتاعنا شايف الحلاوة والجمل يعني الكتاب من كتر ما هو حلو انا اجيب نسخة منه في البيت بفكر اعمل الالوان دي يعندي في في الشقة بتاعتي فده الكتاب بتاعنا ده الغلاف بتاعه ماشي وده الصفحة بتاعتنا من جوه ان شاء الله يبقى بالشكل الايتي فان شاء الله ده هيبقى الكتاب بتاعنا طب هيبقى متوفر امتى فى السناطر هيبقى متوفر مع التزامن لبداي prede المنهج يعني انا هبدا مسلا في المنهج فتلاقي الكتاب موجود في فكده يا شعب زي ما احنا اتكلمنا انا اتكلمت معاكم ليه نبدأ الانجلش ازاي نبدأ الانجلش وامتى نبدأ الانجلش ده بشكل عام فيديو بس كده يعني الاول السنة الناس تبقى عارفة هنمشي ازاي في المناج بتاعنا الناس تبقى عارفة الاماكن اللي احنا موجودين فيها ان شاء الله تبقى سنة سعيدة ان شاء الله تحقق فيها حيال كتيرة جدا مش مطلوب منك طول السنة غير انك تسعى فقط لا غير ربنا قال لنا ان الانسان عليه بس ان هو يسحى والنتيجة ده بتاعت ربنا ربنا كتب لك النتيجة دلوقتي خير وبركة كتبها لك بعدين كده كده ربنا هيشل لك سعيك ده ما تقلقش ومتشلش هام خالص فده فيديو كده اعتقد ان هو مش سريع يعني هو فيديو طويل شوية بس شن نلم الدنيا بتاعتنا كلها ونبقى مشين طول السنة خلاص انا عارف النظام بتاعها اعمل ازاي حاولتوا نشيروا الفيديو ده على قد واتضروا عشان صحابكم يشوفوه زي ما قلت لك تابع البيتج بتاعت الفيسبوك تابع الجروب بتاع الفيسبوك وخليك معنا على الواتساب بحيس لو في اي حاجة عايز تعرفها تقدر تسأل عليها اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي وسلام عليكم